السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة فيديو جديد كنقول مرحبا والف مرحبا بلبنات جداد اللي تحقوا بالقناة كنتمنى لاشفتوا الفيديو وعجبكم بارتاج ومعلا احباب والاصدقاء ديالكم فيديو جديد ليومشيت الكارفور كيفما كتشوفو مشيت ناخد غيش ويادي الحوت ولقيت حاطين شي حويش وقلت غالي نشاركو معاكم هنا يا ما كان في اخر الفيديو كيفما غادي تشوفو يعني ما كانش الفيديو ما كنت تبغى ندير لا جولة لاحتى شي حاجة يعني كان فيديو اللي هو غادي تشوفوه دابا فيه اجيت نوص ليكم اشنو شفت في الكارفور حاجة اللي هي غزالة وزوينة وكانين بزفت اللي بنات ما عندهم شو كاللي يعني اللي ما غاديش يلقاهم كيلقاهم عن الغزار غاديين ولا دا وبالنسبة حتى اللي بغات هاد الشكل وهاد الموديل تمشي الكارفور وتلقاهم يلا حطهم غير بارح حد شي ديك اللي خدمها في كارفور قد يرا حطيناهم بارح وذي اللي اللي هم اتمينا مزياني 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 ماشي هادو هادو ديكورات انا جوني غاديين هادو هما اللي حطوا في كارفور حطوا لكم طواشن زوينين عجبوني حاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش فيهم يا فاج قلبت يعني قلبتو من تحت بل يا في غب حل المقلال تحت ماشي حديدة تقيلة اولادة بالنسبة لابغتوا تطيبو على عافية مهيلة هو زوين ذير واقع لعشرينة الاورو لما اخفتش نكذبر انتم ما غادي تشوفوه في الفيديو دابا والله مركز سريح حس انا عندي التواجن انا اكسر يا كنخدم بطين ما كنبغيش طاجين ديال حديد ما عنديش معاه وماشي صحي انا كننظر لكم على البرمة البرمة غزالة 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 بحل لكل برماتي ديال بكري اللي كان وش حال هادي ديري ربعين اه ديري اشرينة الورو 40 ريال وتقيلها طاجين ما تقيلش ولكن البر ما تقيلها هنا يا بقيت كنشوف يعني بقيت الطاجين ما غاديش يعني نستافدو منه بربع الف ريال جيبي جيبي تلسة ديالة طواجن من المغرب ولكن كيني الناس اللي دابا الحدود رقم عارفين معاو تاني تسدو ذاك شي هنا جيت الواحد الدريبة عجبوني دوك المخيدات عجبوني دوك المخيدات وعجبوني دوك الفيزان الخضرين وعجباتني هادي انا هادي عجباتني جيني في صالون في القري ولكن الخيطة غالية بخمسة وعشرينة الورو جاتني ماشي كبيرة بزاف وخاك تشوفوها في تصويرها ماشي كبيرة بزافة البنات هنا يا شفتها دوك المخيدات حمقوني الخضرين اللي فيهم شوي شية اللي الفوق حمقوني حمقوني بزاف بزاف ديرين عشرة الورو. دليل لهم عشرة الورو للمخدة. وهدو حتى هما غزالين. واحد المخدات اللي هما مدورين. وبالماينطات ديالهم. بالنسبة لنا لقدم الفوطويات. احنا نستدادر مما يصلحوش لنا. بالنسبة لقدم الفوطويات فنين. هدو هنا ما شفتش تامن ديالهم. ما نكريبش ما رديتش لهم حد صافي كنت خسنين نخرج بحالاتي. وكيف ما كتشوف وراني. رجعت او تاني هدو كل اللي شفتش في الاول. راني كان هدر عليهم. قال يعني غي غي تصاور. وهنا يدرت الفيديو باش نوريها لكم. يعني البرمال تحت ديالها تقيل. ما نكريبش. ما شي خفيفة ولا هدي يعني تقيلة شوية. بالمقارنة مع الطاجين خفيف. ولكن طنجرة غزالة. وعجباتني وخا عندي انا ديال ايكيا ولكن هادي بليا غادي رجع لها. بليا غادي رجع لها غدا ان شاء الله. حمقاتني ما نكريبش عليكم. جاتني بحال دي البراميل اللي كانوا عدنا بكريش حال دي في المغرب. ماشي على قبل الثامان ولا على قبل. على قبل المنظر جامني دوك اللي كانوا كي طيبوا في مجدودنا الله يرحمه اجدو هدنا يعني والناس الكبار ديال بكري. جاتني وجاتني بالغطة ديالها زوينة زوينة وبعشرين تال اورو ما غالياش. وبريمة اللي يعني تبارك الله كبيرة ماشي صغيرة ولا ديالة كبيرة يعني تديري فيها ديال العائلة تقدك فيها ماشي صغيرة. وها هو الطاجين كيف ما كتشوفو. اللغطة ديالو خفيف. وحتى هو بحل مقلة يعني غير بحل المقلة ودارو لا لغطة. ماشي نقول لكم ما شي طاجين ولا ده. كانوا شي وحدين خرجوا في بلجيكة شي بيين وهدو. كانوا هدو كتقل من هدو. حتى أنا كنت هزيت هدو اللي كانوا خرجوا في بلجيكة تقال. ولكن بالمقارنة مع هدو اللي حطين فكرني فور ما تقارش بربعة الف ريال غالية. يعني هدو بانوليا خفاء فأنا يا بربعة الف ريال غالية. طنجرة البرماء تقدرو تزعمو عليها. طاجين خفيف الشي كيفاش الزيتو غيب يديو حدو خاس بعيدارني. الزيتو شوفو ديك بحل المقلاء. قلبتوها انتم ما كتشوفو. يعني ما نصحكم ش بيجاتني مخلو دي للاقطة بربعة الف ريال غالية. اما تاخذي البرماء ولا تاخذي لك شي راكين يدوك ديال اه ما بغيتي يقع مقلاء خودي ما بغيتي بحل الطاجين خودي طاجين ديال الطين اذا عند الكزار ولكن ما تاخدوش. انا ما نصحكم شلا به هالطواجن ولا بتواجن المجلجين. يلا غتتاخدو خوضو الطين يعني طين طبيعي حسن من هادش. يعني ما ما انا ما اعجبنيش. ما نكذب شاركت معكم فيديو باش نقول مش حاجة واعره ولا دي بلاكس. شاركت معكم باش نقول لكم الطاجين ما تضيعوش في فلوتكم. البرماء زوينة وجاي ولينوكس. وهنا دخلت للدار درت بالزربة يعني دك شي مخربق. سلقت البطاطا قررت تهادرت على الزبدات ومن هريسة سلقت البيض. حطيتو تماية كيف ما كتشوفو. ارميت شوية قلبتها تتحمرت مزيئة البطاطا مسلوقة. قلبت البيض حتى هو. ارميت عليه شوية دي الروز. كنت سلقها. غادي ندير واحد السلاطة. ذات شوية الروز هاد الماكلة كتعجبول لي وهي اللي جاتني دك ساعة فاش دخلت كنت سلقى البطاطا هي اللي جاتني في بالي. غادي نديرها. كما كتشوفوش تتشوية دي الروز. ديرو شوية عوثاني دي الملحة والبزاري اللي ابغيتو. انا كنت سلقى يعني بالملحة وهذا ما زيتش الملحة والروز. ديرت ربعا دي القيطعة دي الفرماج. شوية دي البرميزون. انا غا نوريه ليكم الميكا باش شوفوو البرميزون. صافي هنا ايا كان يعني كنتم طيبة انا يا الكفتة احتا هي ايا درت احدا ايا كطيب. قطعت على الفلفل ومطيشة وهذا. وطيبت الكفتة. هنا هي غادي نغطي عليه بوحد طبصيل حتى يعرق هادك الكفتة غادي تعرق ديك الفرماج وهذا. وغادي نزيد الى الكوارات وغادي نحط له المقيلة بحالة كي ياكلها بالبطاطا والكفتة والروز. والفرماج. يعني اجا غضب الزربة ما شاركتوش معاكم موالو. مهمة انا يا غي وريتكم اشنو فجيت من الكارفور اشنو وجدت مقلة دي البطاطا بالكفتة يعني في كل شي اللي ولدات. وكان هدا هو الفيديو دي اليوم خفيف ضريف. كانت مننا كانت مننا تبارتاجي والقناة مع الأحباب والأصدقاء ديالكم. خليتكم في رعاية الله. والسلام عليكم وانطلقوا في فيديو الجاي ان شاء الله. هنا يا ممكن ديروا يعني الكفتة بوحدها وتخلي وغيت الصينية ديال البطاطا بوحدها هكا كوروز والفرماج. وديروا طواجين ديالك فتحته وكيجيزوين. هذي كان الصيحة قبل ما يسالي الفيديو.